موسيقى بسم الله والابن عن روح الكدس لله الواحد امين تحل علينا نعمة وبركة الان وكل اوان وعلى ظهر الدور كلها امين المرة اللي فاتت خدنا محاضرتين مدمجتين وبقى اكرر واقول ان المحاضرتين دول ممكن هيكون قيمتهم في المعرفة او حجمهم في الامتحانات على الاقل نص الامتحان فاحنا بنكرر وننبه الحاجات ده هيت عشان تاخدوا بالكوا تفهموهم كويس اتكلمنا في محاضرات اللاهوت المقارن لما ابتدينا عن اهم نقطة الخلاف بيننا وبين البروت الصند المرة اللي فاتت اتكلمنا على نقطة خلاف عامة مع الكنيس الخلقودنية كلها اتكلمنا قبل كده عن المعمودية اتكلمنا عن التقليد اتكلمنا عن اكرام السيدة العزراء ودوان باتوليتها في حاجة تانية ولا دول بس اللي اتكلمنا عنهم بنعمة الله النهاردة هنتكلم عن موضوعين صغيرين عمليين سهلين بس هناخدهم وراء بعض على طول عشان نقدر نخلص لانه ببقى الكوش معايا غير المرة اللي جاية فقط وبعد كده اترككم بسلام تكملوا الدراسات بتاعتكم النهاردة هنتكلم على نقطة تانية مهمة في الحياة الروحية والكنيسية بل من اعمدة الحياة الروحية الحقيقة وهو الصوم مفهوم الصوم او نقطة الخلاف في الصوم بيننا وما بيننا هم لا ينكرون ان الصوم ضروري ولابد ان يكون فيه سياء لكن لهم اعتراضات متحررة فيما يخص الصوم فهم يرفضون الاصوام الجماعية يقولوا الصوم ده حاجة فردية بيني وبين ربنا بس وبيستندوا على كده بياخدوا بعض الايات عشان كده احنا بنقول الكتاب المقدس يأخذ كله ما ناخدش اية ونسيب اية لان الايات بتكمل بعضية يقولوا ربنا نفسه قال متى صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك وما تظهرش للناس انك ايه صائع احنا لا ننكر الصوم الفردي لكن في نفس الوقت نقر ونؤكد على الصوم الجماعي الامور اللي في الخفاء اللي هي اللي الواحد بيعملها الواحد ازاي يعني ارقان العبادة الصوم والصلاة والصدق فيها كلها ربنا ميز بين فوصيته بين العمل الفردي او العبادة الفردية والعبادة الجماعية فييجي مثلا في الصلاة يقول متى صليت فادخل مغدعك واغلق بابك متى صليت يعني لو متى صليت لوحدك لكن في نفس الوقت فيه صلاة جماعية دي مفاش تظهر دي الكل بيصلي فيها وتقال على الرسل نفسهم نصلوا بنفس واحدة صوموا وصلوا بنفس واحدة ايام ما بترس دخل السجن وفيه منداء من العهد القديم يقدسوا صوما ونادوا باعتكاف فالكل بيبقى صايم ما فيش فرصة هنا للتظاهر او للتباهي ان واحد هيبقى صايم واحد مش هيبقى صايم يعني او اللي هيبقى انه صايم على ايام الكنيسة كلها صايمة اه حتى في الصدقة اللي هي تعرف شمالك ما تفعله يمينك ورغم كده دي في الصدقة يعني الحاجات الخاصة لكن في حاجات عبادة عامة لما دقود جي ابن الهيكل جمع من الكل من الاصباط ورؤساء الالوف والمئات والكل جيوا اعطا حتى ربنا يسوع المسيح مدح المرأة الفقيرة اللي اعطت في السينة في الخزانة كان الكل ييجي ممكن قدام الاخرين ويحط في الكنيسة يعني ما يوحد يحط في الصندوق صح ما حدش بيعرف هو حط قد ايه لكن شافوه وبيضع فدي حاجات عامة مش هي المقصودة لكن على المستوى العبادة الفردية دي اللي مفروض تبقى في الخفاء نحن في الصلاة في صلاة جمعية وصلاة فردية لأنه بيقول صلوا كل حين ولا تملوا صلوا بلا انقطاع فمش ممكن الناس هتقعد تصلي بلا انقطاع مع بعض لكن في صلوات جمعية اللي هي كان بيجتمع فيها كل المؤمنين وزي الأدسات والصلوات العامة والعشيات اللي كسر الخبز والشاركة وفي صلاة خاصة ان الواحد يبقى في مغدعه ويصلي وده اللي عايشينه ككنيسة وكمؤمنين وكرهبان يعني احنا في الدير رغم ان الرهب متخصص في الصلاة مفروض لكن نوعين الصلاة لا يلغي بعض ما يلغوش بعض خالص يعني مش عشان الواحد حضر الصلاة في الكنيسة ما يصليش لوحده وما ينفعش واحد يصلي بمفرده وما يصليش في الكنيسة لكل الصلاة وقتها دي مطلوبة ودي مطلوبة كذلك في الصوم ايضا يعني هي ارقان العبادة قلنا الصلاة والصوم والصدقة ما ينطبق على الصلاة والصدقة ينطبق على الصوم ايضا والكتاب نفسه اذا كانوا بيقولوا اني الامور دهية هم كتابيين فيها فالكتاب نفسه هو اللي علمنا كده فهبصت لاقوا مثلا اهل النوى لما ينان راح ونادى عليهم كل البلد صامت حتى الحيوانات صوموها كمان من الملك لأقل واحد في الشعب كله صام وصلى ودي كان بمنادات يونان اللي ربنا ارساله للشعب برضو في العهد القديم كان فيه تحديدات للاصوام الجماعية في نحام يقول في اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر اجتمع بني اسرائيل بالصوم وعليهم مصح وتراب ما بيكلمش عن فرد واحد بيكلم عن بني اسرائيل كلهم وعزر يقول نديت بصوم على نهر اهوى لكي نتزل الامام الهنا لنطلب طريقة مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا يويل طبعا يقول الآية المشهورة اللي بنرددها دايما قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة ده في العهد القديم في العهد الجديد اما قالوا لماذا يصوم تلاميذ يحنى وتلاميذك لا يصومون قال لهم ما ترفع العريس حينئذ يصومون وبالفعل بعض الصعود الاباء الرسل كلهم صاموا معا بنفس واحدة وتقرر هذا الامر عن الصوم الجماعي عدة مرات كما ورد في سفر الاعمال يقول وفيما هم يخدمون الرب ويصومون نتكلم بالجمع قال الروح الكدس افرزوا ليه برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه فصاموا فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الاياد القديس بوليس لما كان في السفينة صام هو وكل اهل السفينة مع بعض عشان ربنا ينجيهم فدي امور يعني ليس فيها رياء كما يدعون يعني هما بيقولوا لا ما فيش فردي عشان ما يبقاش فيه مرآة لكن الكنيسة كلها صايمة تشوفوا الجمعة الكبيرة مثلا لما كل بييجي وصايم تفتكروا حده يفتخر على التاني انا صايم يعني ما كل صايم يعني الشاز اللي هو ما بيبقاش صايم وهكذا في الاسوام فهم يعترضون على ان الصوم يكون في الخفاء ويرفضون الصوم الجماعي لا ده الواحد يعيش في حرية مجد اولادها لا كل واحد برحته خالص انا عايز اصوم وقت ما حب حد ده اصوم هصوم يعني حاجة على المزاق خالص ويرفضوا تحديد موعيد للصوم ده ما حدش يحكم علينا في صوم والغريب ان يستشهدوا بايات من الكتاب المقدس في حين ان ربنا نفسه في الكتاب حدد ايام للصوم كما جاء في سفر زكريا يقول صوم الشهر الرابع وصوم الشهر الخامس وصوم السابع وصوم العاشر دي كلها كانت موعيد اصوام عامة لازم كل شعب الله يصومها لكن هم يجوا يمسكوا في اية واحدة ويفصروها بمعنى مختلف يقولوا ايه الكتاب يقول لا يحكم احد عليكم في اكل وشرب لا يحكم عليكم احد في اكل واشرب في حين ان الاية ده هي تلاعي لقطة لها بالصوم خالص دي تقالت في السياق ان حد يحرم حاجة يقول دي لا محرمة ممنوع اكل اللحمة ممنوع كذا ممنوع كذا لكن ما قالش لا يحكم احد عليكم في صوم لان الكنيسة لها السلطان ربنا هو اللي ادال الكنيسة لكن هم استخدموا الاية اللي هي ربنا بيتكلم عليها ان فيه كان اول ما دخل الايمان المسيحي كان اليهود فكان فيه امرين فيه حاجات كان بعض اليهود عايزين اللي يدخل المسيحية يعيش الحياة اليهودية وفيه بعض بدع الناس ابتدعوا بدع يقولوا لا يعني الزواج حرام واللحم حرام والخمر حرام ويحرموا حاجات فطبعا حكاية لا يحكم عليكم دي لا علاقة لها بالصوم على الاطلاق لان كان فيه زمان حاجات ممنوعة لانسانية كلها لكن لما جي ربنا قابل الامم في الوقت اللي كورنيليوس دخل فيه الايمان وبطرس قنرافض المبدأ فمن قبل ما يجوا ينادوا البطرس ربنا اعلن له الرؤية ان شاف ملاية كبيرة فيها كل الحاجات الممنوعات وقال له ازبح وقل قال له حاش لين ناكل شيء دانس او نجس قال له ما طهره الله لا تنجسه انت طب ايه علاقة ديت بقبول الامم ربنا زمان كان بيتعامل مع البشرية كزي احنا بنتعامل مع طفل لسه صغير لازم عشان يفهم الكلام المجرد نشبه له بحاجة محسوسة وملموسة لما تيجي تعلمه طفل الحساب تقول له واحد وتلاتة يبقوا اربعة كلمة واحد دي هو مش مدركة يعني ايه واحد يعني ايه اتنين لو قلنا له اتنين هيفهم اتنين ازاي لو قلنا له تلاتة هنفهم اتنين تلاتة ازاي فيشبهه لك احيانا بالبرتقان ادي برتقانة واحدة وادي برتقانتين لو حطينا دول على دول يبقوا كام برتقانة يبقوا تلاتة ادي واحدة وواحدة وواحدة تلاتة فيبدأ يحس ايه يعني تلاتة ايه معنى ايه التلات وهكذا في حاجات كتيرة يحتاج وسائل اضاح عشان يفهم لكن اللي يجي لما يكبر بقى كل الحاجات دي تلاتة في مليون في مش عارف ايه خلاص مش محتاج هنقول له هات مليون برتقانة ولا مليون يعني حاجة لا فربنا اتعامل مع البشرية استخدم بعض الحيوانات اللي لها السلوك مش كويس بالنسبة للانسان لو عمل زي يوم يبقى مش كويس بالنسبة للحيوان ده شيء طبيعي بالنسبة له فربنا عايز يقول له ما تعملش كده فيقول له لا الخنزير لا ما تكلوش مش عارف ايه ما تكلوش وهكذا ليه لان يفهموا بمعنى ان ما يبقاش ليك سلوك الاشرار اللي زي كده لان كان بيخليهم ما يختلطوش بالامم لان كان جي وقت كل الامم بيعبدوا الاصنام والاوسان فكان ربنا غالق على شعبه تعرفوا زي حد كده قسرة يكون مربين ولادهم كويس وبعدين راحوا في وسط مش كويس فيخافوا من خلطة ولادهم مع الولاد اللي مش كويسين عشان ما يلقطوش كلام وحش ويتعلموا سلوك وحش فيخلوهم ما يتعاملوش معاهم فيه ناس بتتصرف كده طبعا فربنا كان غالق على شعب الشعي انه يعني لا يسلك سلوك الامم اللي هم بعاد عن ربنا فكان بيستخدم الحاجات دي كرمز لكن لما جي فتح الباب للامم كلهم يدخلوا الايمان خلاص ده قال لهم اذهبوا اكريزوا في جميع الامم يعني لولا ربنا اعلن لبطرس هذه الرؤية ما كان شهير ده يا عمد كورنيليوس يقول له ده ممنوع لا نقول له ده كان زمان في وقت معين لغاية ما جي المخلص لكن اصبح خلاصه للبشرية كلها الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا والجاء الى خاصتي وخاصته لم تقبل اما الذين قبلوه فاعطي لهم سلطان يصير اولاد الله فهنا كان الهدف من لا يحكم عليكم احد مثل هذا الامر ليس الصوم ما قالش يمتنع لا يحكم احد عليكم في الصوم لا بيقول عن اطعمة عن طعام وشراب ان احنا في الصوم لا نحرم ولكن بنصوم كنوع من النسك والرياضة الروحية لكن الحاجة اللي بنصوم عنها بعد الصوم بنأكلها فده مش تحريم فيه فرق بين التحريم فيه فرق بين ممارسة النسك والعبادة لكن اللي كان بيقصده في الوصية ده اللي بيحرموا يعترضوا ايضا على الصوم النباتي عايزين يأكلوا كل حاجة وهنا لازم نؤكد مبدأ في الصوم مهم قوي اعطوا تفتكروا ان الصوم بالنسبة لنا تغيير نوع طعام بطعام آخر نباتي لا الصوم اولا هو انقطاع تام عن الطعام والشراب لفطرة محددة حسب درجة الصوم لكن لما يجي الواحد يفطر واقصد يفطر هنا مش يفطر يأكل يعني ده يعني يعني يكسر الصوم يعني حتى الفطار يقوله يكسر الصوم بالنسبة لهم اني ناكل طعمية وفول ويقوموا الصبح بدري قوي على الاكلة على طول من غير ما يصوموا انقطاعي لكن لازم فترة تصوم ايه الانقطاع وده الحقيقة رغم على مدى السنين ناس كتير تشكك ان الصوم ده مضر وربنا ما يرضلناش الضرر ازاي نصوم ونمتنع عن الاكل فترة من الزمن ونيجي ناكل بعد كده اكل نباتي والجسم محتاج غذاء وطعام وغيره النهاردة كلما العلم بيتقدم يقوله افضل وسيلة للرجيم وللصحة والسحة وللعلاج ايضا الصوم الانقطاعي اما يحب يوصفوا الحد يقولوا عايز جسمك يبقى كويس وعايز فيه امراض معينة تتخلص منها تعود ستاشر ساعة ما تاكلش حاجة خالص وبعدين المدة اللي تاكل فيها تمان ساعات ستاشر او تمان ساعات لما تتضرب شوية ممكن تبقى ست ساعات تتضرب اكتر اربع ساعات وبعد كده تاكل كويس يعني بس ما تزودش في الحمواد الضرة اللي هي فيها يعني سقريات كتير يعني او حاجات كربوهيدرات كتير لكن خلي الفترات اللي تاكل فيها مدة محدودة لكن الصوم لازم يكون انقطاع ما ينفعش الواحد ياخد ايه بيسموها ايه في السكة كده سناكس او ايه بيسموها حاجة تاني بالعربي او يعني حاجة كده يعني ايه تسالي او سناكس طبعا انا عارفينها لكن المهم يعني هي كده يعني مش عارف اللي بيقولوها ايه المهم الواحد ما يكلش في السكة حاج يقولو دي اهم حاجة يعني اما تيجي تشوف كده التوصية ان لازم يكون صوم انقطاعي صوم ايه انقطاع يقولو ممكن ستاشر ساعي بقى كويس ممكن تزيد كمان عشان يبقى نتيجة ما يقلش عن اتناشر لكن ستاشر كويس وممكن يمكن نيجي نحسب الستاشر دي لو احنا مثلا درجة الصوم عندنا اللي هو درجة الصوم اللي بنصوم فيه للساعة تلاتة والصوم يبدأ من اتناشر بالليل من تلاتة لاتناشر كام من اتناشر لتلاتة سوري خمساشر ساعة وطبعا احنا مش هنسوم مش هنسوم الساعة اتناشر الواحد بيتعش بدري شوية ساعتين تلاتة كمان يعني لتأخر يبقى تسعة مثلا يعني وضع مثالي للرجتات اللي بيوصفوها حديثا عشان الانسان جسمه يبقى رشيق وبصحة قويسة وما يجلوش السكر ولا ده احيانا بيعالج السرطان الصوم الانقطاعي للواحد لما يصوم فالجسم يبدأ يسهلك الحاجات اللي موجودة في الكبد وبعدين في الدهون بتاعة الجسم الزايدة وبعد كده الخلايا اللي ملهاش لازمة يبدأ تتحلل والجسم يتغز عليها فكل الخلايا تضرت لو هي بتتلف لوحدها والجسم يمتصها يسموه العلاق بالصوم فهنا الصوم يعشان يبقى صوم سليم يبقى لازم فترة من الانقطاع احيانا في ناس بدافع الرشاقة والجمال والصحة يصوموا اكتر من النوع التعبد وتقوية الارادة لكن في كل الاحوال الصوم مفيد حتى لو كان مش لوجه الله فبرضه هو ايه مفيد وده يورينا ان كل حاجات وصاية ربنا هي لخير الانسان كل وصية ربنا عملها الخير اعتفتكر ربنا بعايز يحرمنا من حاجة او يخلينا عايشين مش مبسوطين اكتر ناس يستمتعوا بالاكل والطعام الصومين اللي بيصوم كده تلاقي نهارا فترة طويلة يجي ياكل اي لقمة كده يحس طعامها جميل وحلو ويبقى عنده نوع من الرضا وعدم التزمر وده عجبه وده مش عجبه يبقى عايز اي حاجة يقولها وخلاص بدل ما يعمل مشاكل في البيت كل شوية انتو بتعملوا الاكل اللي مش اللي يعجبكم مش اللي عجبني فتلاقوا بيفيد فعايز اقول حتى العلم والطبيعة تتماشى مع فكر كنستنا الجميل في الصوم الانقطاعي وبعد وبعد الواحد يأكل يأكل اكل نباتي يقوله جبته النباتي منين نقوله من الكتاب المقدس ده الانسان اصلا خلق نباتي ربنا لما خلق ادم وحوى قال له من جميع شجرة الجنة تأكل اما شجرة معرفة الخير الشار لا تأكل منها وظل الانسان نباتي حتى بعد ان سقط الانسان في الخطية وبدأ يسمح له باكل اللحوم امتى بعد الطفان وتلاقوا اعمار البشر في الفطرة اللي الانسان كان بيتغزى فيها نباتي كانت طويلة وبصحة جيدة ربنا لما خرج شعب بني اسرائيل من ارض مصر وحب يطعنهم ادهم المن ما كانش اكل حيواني بعد كده تزمروا فادهم السلوى وتعاقبوا على التزمر دوت لكن لما بدأ معهم بدأ ايه باكل مش حيواني طبعا كلنا عارفين قصة دانيال والثلاث فتية لما وضع في قلبه قال نتنجز بقى طيب الملك ولا خمر مشروبه وجي القائم عليهم اما قالوله عتلنا شوية قطاني بقول يعني فخاف قال دا الملك معيني مخصوصا عشان اأكلكو كويس وتظهروا قدامه اصحاء اقوياء عشان تقدروا تشتغلوا كويس فانتو كده هتضروني قالوله معلش جربنا وشوفنا فبص لقاهم باهم اكثر صحة واكثر حيوية واكثر قوة من اللي كانوا بيأكلوا كل القطايب وكل اللحوم وطبعا الاكل النباتي مفيد يعطي قوة وفي نفس الوقت لا يسير الجسم عشان كده تلاقوا اكلات اللحوم فيها افتراس مش عشان قوية تلاقوا كائنات صغيرة لكن تلاقوا فيها افتراس ويبتاكل العشام من اكلات لحوم وممكن كائنات قوية جدا ومسلمة تلاقوا اكلات النبات يعني الغذاء بيغز بيأثر على السلوك الانسان تلاقوا الفيل دا قوي جدا جدا الفيل دا الزلومة بتاعته دي في منتهى القوة يعني من من لو لف الزلومة بتاعته على اسد يجيبه نصين ورغم كده مسالم تلاقوا في جينة الحياة الطفل صغير ركب فوق الفيل وبيلعب وهكذا كل الكائنات اللي هي اكلة النباتات الغذاء بيأثر في السلوك بصفة عامة عشان كده تلاقوا الشعوب سماتها بتختلف من شعب الاخر ليه بتختلف سمات الشعوب لان بتختلف العادات من ضمن العادات الغذاء تلاقي كل شعب له نمط معين في الغذاء بيأكل ايه وتلاقي سلوكه بيتأثر بنوع غذاءه الشعب الانجليز يأكلوا الخنزير كتير تلاقي كده عندهم برود اعصاب عشان كده الشعر بالجراحة مثلا الشعب الفرنسي يأكل الخرفان اكتر تلاقي اكتر يعني ايه احساسا يشتهر بالفنون اكتر وبالادب احنا نفسنا تلاقي في وقت الصوم الواحد يشعر انه خفيف وفيه حيوية بس يصوم صح لكن احنا الناس تضر نفسها في الصوم اول لما تصحى تبدأ تحط بقى الزيت والمقليات وغير والنشويات ويأكلوا كتير بلا توقف بحجة عشان يعوضوا قلت ان ما بيأكلوش لحم فتلاقي تجيب نتيجة عكسية لكن لو الانسان فعلا يصوم انقطاعي يجي يأكل نباتي وجرب وعرف السر هتلاقي الكل الشعوب بقت صايمة الكل عايز يصوم ليس من اجل العبادة والطاق ولكن من اجل الايه منافع الصوم لكن احنا وصايا ربنا نافع لكل شيء بصفة عامة لكن ده طبعا بيختلف عن التحريم لانهم يجيبوا ايات اخرى تقول اما جابوا من رسالة القديس بولوس لتيموسى وسيقول فيه وقت يرتد قوم عن الامان تبعين ارواح مضلة وتعليم شياطين منعين عن الزواج واميرين ان يمتنع عن اطعمها قد خلقها الله لتتناول بالشكر ودي كان بدعة ماني وغيره حرموا اللحوم وحرموا الزواج فطبعا الكنيسة لا تحرم المادة حتى الحاجات اللي احنا بنصوم عنها لفترة وبناكلها لانها مش خطية مش حرام ولا تحرم الزواج الزواج سر مقدس ويتم في الكنيسة ولكن اللي عايز تعبدا يعيش لربنا اكتر ينقطع للعبادة ان التبتل يعني الانقطاع فده بيبقى حاجة فيها تسامي مش عشان الزواج خطيء او حرام واللي قال كده القديس بولوس الرسول نفسه اللي بيقول ما فيه قوم منعين عن الزواج هو نفسه ما كانش متجوز لكن لا يمنع الزواج وهو نفسه من تزوج فقد فعل حسن ومن لم يتزوج فقد فعل أحسن لكن ما هوش منع التحريم طبعا يرفض سلطة الكنيسة وبالتالي كل واحد مملكة الوحده سلطة الكنيسة في ترتيب الأصوام دي ربنا اللي ادهها للأباء الرسل وخلفائهم قال ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء ما تحلون يكون محلولا ليه السلطة التشريعية فإذا كان في بعض أصوام لم تذكر صراحة في الكتاب المقدس لكن أولا مبدأ السم موجود وربنا ادى الكنيسة السلطة التشريعية نتشرع ما يفيد الكنيسة وتنظمها من أجل العبادة فبيضيعوا على نفسهم فرصة الصوم الجماعي الجميلة إن هو نفسه قال إذا اجتمع اتنين أو تلاتة بإسمي أكون بواسطهم والصوم الجماعي بيبقى له بركة وقوة شوفوا أهل إنه لما صاموا حصل ربنا رحمهم إزاي شوفوا شعب إسرائيل أيام أستير لما صاموا إزاي ربنا تمجت بقوة ونجاهم من الشر المنتظرهم شوفوا الكنيسة لما صامت لما بطرس كان في السجن حصل إيه وهكذا فأقول العصور شوفوا أيام الأنبأ أبرام بن زرعة أيام الأيام اللي حصل فيها معجزة نقل الجبل المؤطم لما الكنيسة صامت حصل إيه الجبل اتنقل فدي كلها بركات الصوم الجماعي اللي البروتسانت بيحرموا نفسهم منها هكتفي بكده بالنسبة للصوم وننقل في موضوع آخر نفصل ما بينهم بترتيل كويسة هقولوها أنت وبعد كده ننقل الموضوع التاني حافظين ايه الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع قصير آآ وهو خاص بفكرة عند البروتسانت اللي هو موضوع الملك الألفي بعد البروتسانت بيعتقدوا أن السيد المسيح قبل المجيء التاني هيجي يملك ألف سنة على الأرض ويكون فيها سلام وأمان وسعادة لكن بعد ما تنتيل ألف سنة تيجي الضلالة الكبيرة والناس تضل وتبعد عن الإيمان وتيجي بقى الضيقات الشديدة فطبعا كلام غير منطقي من بدايته إزاي المسيح بعد ما ييجي يملك ألف سنة وبعد كده بعد العشرة الجميلة اللي الناس تعشروا فيها يضلوا بعد كده ويبعدوا ويبقى فيه ضلال وارتداد كالعادة يعتمدوا على آية في الكتاب المقدس ويفهموها بطريقة خاطئة ويبنوا عليها هذا الفكر فكرة الألف سنة دي لم ترد قط في الكتاب المقدس إلا في موضع واحد في الأصحاح العشرين من سفر الرؤية ووردت بمعنى لا يعني على الإطلاق المعنى اللي هم استخلصوه وبنوا عليه فكرهم هذا يقول إيه الجزء اللي في الأصحاح العشرين يرأيتم ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وترحاه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا ويرجع يقول ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في الأرض كلها يعني إبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت ويروحوا جايبين آيات من العهد القديم قيلت أيضا بمعنى آخر عن ما سيحدث بعد فداء وخلاص السيد المسيح إن ده المقصود بي لألف سنة المزعومة يقوله في سفرة أشعية النبي يقول يسكن الزئب مع الخروف ويربط النمر مع الجدي ويمد الفاطيم يده على حجر الانفوان لأن الأرض تمتلق من معرفة الرب أنا بختزل يعني بعض الفقرات لا ترفع أم على أم سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد فطبعا الكلام ده كله مش مزبوط لأن السيد المسيح لن يأتي لن يأتي يوم الدينونة كلام ده حصل من أول ما صعد صعد أمام أعين تلميز فالملايك قالوا لهم ما بلكم شخصين كده ليه اللي انت شفتوه صعد ده هكذا سيأتي أيضا امتى هيجي قالت أتي ساعة فيها يسمع كل الذين في الكبور صوته فيخرج كل الذين صنعوا الصلاحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة معلمنا بولوس الرسول في الرسالة السالونيكي أما تكلم عن المجيء التاني قال فإنه ليأتي إن لم يأتي الارتداد أولا مش هو يجي وبعد كده يحصل الارتداد لا ألف أنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئ ابن الهلاك المرتفع على كل ما يدعى معبودا أو إله حتى أنه يجلس فهيق لللاق إلى مظهرا النفس أنه إلهي عنه يأتي بكل عمل الشيطان بكل خضيعة الإسم في الهالكين ليهلك ولو أمكن المختارين أيضا كل الحاجات دي القديس بولس الرسول قال لن يأتي إلا بعد الحاجات دي ما تتم لكن البرسان بعضهم أو كتير بينهم يقولوا أنه هيجي يملك ألف سنة وبعد كده تيجي الضلالة بعدين لكن طبعا كل معطيات الكتاب لا تتكلم إلا على المجيء يوم الأخير اللي يأتي في مجد اليودين الأحياء والأموات دي احنا بنقول كده في قانون الإيمان بنقول ليس لملقه انقضاء مش هيجي ألف سنة المسيح لما يملك ليس لملقه انقضاء ملكوت ملكوت أبدي يقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكة وإحنا إذ يجازي كل واحد حسب عمله يعني إذا ما جاء إمتى يكون يوم يوم الحساب يوم الدينون ويقول ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكة وبوق عظيم الصوت فيجمعون مختارين من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها دي متى 24 نتكلم طبعا على المجيء التاني طبعا فيه آيات كتيرة أخرى كده ونفس المثل أو يعني المعنى ذكر في مثل العشرة العزارة الحاكمات والجاهلات وإزاي لما جه أغلق الباب خلاص انتهى فيش حاجة بعد كده هو نفس سؤال في سفر الرؤية أنا آتي سريعا وأجراتي معي لأجازي كل واحد كما سيكون عمله يعني لن يأتي إلا للدينونة فطبعا الكلام الأول اللي بيتقال انه يجي يقعد أولا كلام غير منطقي لأن إيه الفايدة اللي هتعود من مجيئه ألف السنة وبعد كده يبقى فيه ضلال وارتداد الهدف لا هدف بالعكس الأمر لا يليق هو نفسه رفض الملك الأرض والمملكة ليست من هذا العالم فهي يملك على الأرض زي هو رفض الملك الأرض وفي سفر القضاء مثل حلو أوي في قصة يوسام أما بيقول إيه أغبر يوسام فذهب ووقف على رأس جبل جرزيم ورفع صوته نادى قائلا لهم اسمعوا لي أهل شكيم يسمع لكم الله مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا فقالت للزيتون أملوكي علينا فقالت الزيتون أأترك دهني الذي به يكرمون به الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار رفضت قالوا للتين قالت أأترك حلوتي وصمري الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار لا ماينفعش فقالوا للقرمة أملوكي علينا فقالت لهم أأترك مصطار الذي يفرح الله والناس وأذهب لأيك لكي أملك على الأشجار فملقوش قدامهم غير مين العوسق اللي هو الشوق فقابل قال آه أنا أملك أدي الملك الأرضي ربنا بكل مجدو المملكتي ليست من هذا العالم ثم وصف أن ليس لملكه انقضاء ده بنقوله في قانون الإيمان يأتي في مجد أبيه اليودين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء في بشارة الملك بميلاد ربنا يسوع المسيح يقول ويملك على بيت يا عقوب إلى الأبد ما ألش ألف سنة ولا يكون لملكه نهاية ورد في نبو الدنيال اللي تعطي سلطانا ومد وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرد طب ملك المسيح ده أما الملك بشر العدرة ورد في نبو الدنيال إحنا عارفين إن ملكه إلى الآبد ما لا ينقرد لكن متى يبدأ متى يبدأ قولي يا بنت نعم على الصليب صح عارفين إحنا بنقول في المزمور الرب ملك على خشبة لما جي يدخل عشان يصلب في أحد الشعنين استقبل كملك وعشان كده يوم الجمعة العظيمة بيتقال مزمور بلحن جميل بكسرونوس عرش يا الله إلى ظهر الظهور من ملك بالفداء الذي قدمه يقول المعلم نبطرس الرسول أعلمين أنكم أفتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولدنا ازدم المسيح افتدانا من يد رئيس هذا العالم الرئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء لكن لما قات إليه على الصليب مالوش حاجة فيه لكن ما اكتفاش بكده ربنا ده قبض عليه وأطلق كل الذين تحت عبودية الشيطان واللي كان ممسكا بأرواحهم وأصبحنا وكل المفديين ملكا للرب فالمسيح ملك على الصليب وقيد الشيطان طب هنا في نقطتين انه طب ازاي قيد الشيطان ومازال انه فيه شر وفيه خطيئة وكده حجم من قدراته ما اصبحش ليه السلطان المطلق يعمل اللي هو اللي عايزه لما كان مطلق جيه وقت كل العالم كل البشر كانوا ضلوا يعني شوفوا مثلا ايام نوح من اللي كان باقي من البشر ما ضلش نوح وولاده وزوجاتهم وهو وامراته قد كده الشيطان قدر يضل الناس دي كلها ايام ايام ابونا ابراهيم قال له اترك عشيرتك اهلك وعشيرتك حتى بعد كده لما راح يعقوب ورحيل سرقت الاصنام بتاع ابوها يعني حتى عشيرة ابراهيم كانوا برضو انحرفوا عن الايمان فكان الشيطان مطلق اليد لكن هنا قيدوا زي يكون ربطوا بسلسلة نطاقوا محدود يقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون وقيدوا بايه بالنعمة مش شرط يكون ربط كده حد يربط لا ده سلحنا باسلحة اللي يتسلح بيها زي ما بيقول الكتاب قاوموا ابليس فيهرب منكم البسوا سلاح الله الكامل اللي بي نقدر نغلب الشيطان فده نوع من القيد لما يدينا اسلحة قوية تقيد الايه عارفين ايام الاتحاد السوفيتي قبل ما ينحلوا امريكا كان في الوقت ده بيسموها ايه الحرب الباردة دي دولة قوية جدا وتملك من الاسلحة والعتاد الضخ المدمر القوي والجهة الاخرى الاتحاد السوفيتي كذلك فلما بيبقى فيه تعادل في القوة بيخلي كل واحد يعمل الف حساب ان يقرب للتاني ودي بتحصل حتى في الطبيعة ما تلاقوا كده وحشين بنفس القوة يجوا فقصة بعض كل اللي بيعملوه يفضل يعملوه ازاي كده يزوموا وما حد الشي يقدر يقرب لايه وبعد الشهية هما الاتنين في وقت واحد كل واحد يروح في ناحية فقوة كل طرف بتقيد وتلجم اللي قدامه فعشان كده يقول يلبسوا سلاح الله الكامل لهذا الجنس لا يخرج الا بالصلاة والصوم ولاد ربنا المحصنين المضربين تعرفوا زي بيحرب في تدريبات الموضوع الاولاني اللي تكلمنا عليه النهاردة اللي هو ايه الصوم ضمن ضمن التدريبات الروحية لتقوية الارادة ان مش كل حاجة الشيطان يقول هلنا نجري وراها لا يكون عندنا الارادة القوية زي ما معدتنا كده تجوع وانا عايز اكل او اشم حاجة ريحتها حلوة عايز اخدها اقول لا انا صايم احنا صايمين ما ينفعش اكل دلوقتي ما ينفعش اكل الصنفدة دلوقتي فهنا شوية شوية الارادة عضلات الارادة بتقوى الواحد يقدر يقاوم النوازع القوية يقول لها لا بسلطان ودي لفايدة التدريب الروحية اللي تبني وتقوي الروح والاسلحة الروحية اللي ربنا الهلنا في الكتاب المقدس فهنا قيد الشيطان وحجمه طب ايه حكايت الالف سنة دي بالنسبة للشيطان مقيد ايه بقى حكاية الالف سنة ليه الف سنة هيجي ربنا في نهاية الايام قبيل مجيئه الثاني قبيل يرخي الحبل للشيطان شوية اللي هو فيه وحل الشيطان ايه لكن مش هيسيب ولاده فهيعمل بقوة بكل خديعة الاسم في الهالكين ليهلك دا لان وبحكمته وحنانه أبقى أبقى لنا أخنوخ وإلي أحياء لم يزوق الموت حتى الآن ففي الفترة اللي هيظهر فيها الدجال اللي هو ضد المسيح اللي الشيطان هيدلي كل قوته ويستخدمه هنا يأتي أخنوخ وإلي ويقاومه الموضوع دا لو دخلت فيها ندخل في موضوع المجيء التاني فمش هسر هكتر من كده لكن يعني هرجع تاني للنقطة اللي كنت بتكلم فيها طيب إمتى هيحصل المفترة دا احنا قلنا الملك بدأ من الفداء على الصليب إلى قبيل المجيء التاني اللي هيحل الشيطان من سجنه سويد الفترة دي قد ايه هذه الفترة فترة من الزمن يريد الله أن تكون غير معلومة للبشر إنه قال ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأقب في سلطانه فعشان كده غلفها بعدد من أعداد الكمال كرمز لكن مش كمدة زي الكتاب ما بيقول يوم عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم فجاب عدد من أعداد الكمال وغلفها بيه لكن مش ألف سنة بالضبط لكن الألف من أعداد الكمال المعروف العشرة من أعداد الكمال ومضاعفاتها المية من أعداد الكمال وده وده أمر كتير كتير قوي لو حد الله أن تكون غير معلومة للبشر فغلفها من أعداد الكمال التي سيحل الشيطان من سجنه لكن ملاكوت الله لن ينقرد وقال أنا معكم إلى انقضاء الظهر حتى في الفترة دي هيكون معانا لن يترك كنسته ولكن من أجل المختارين يقصر تلك الأيام من أجل المختارين أبقى أخنوخ وإلي كل ما في العمر إن إحنا اللي بنطراخ في التسلح بصلاح الله الكامل لك اللي يتسلح بصلاح الله الكامل ما يخافش من حاجة ولا يعقول هم حاجة يعني أنا هكتفي بكده عشان من أخرك ونجاوب الأسئلة في واحدة من بناتنا بتقول صليلي أبي كتير أنا تعبان موجوعة وتيها بفكر في الانتحار مرات كتير لكن برجع بفضل ربنا لكن الشيطان دايما بيحاربني إن أنا ضعيفة الشخصية سواء في شغلي أو بيتي وخدمتي أنا خايفة من ضعف يا أبي صليلي ويقول لي أعمل إيه أنا حس نفسي وحيدة وغير محبوبة مع العلم أني متسوجة وعندي أولاد الإنسان لما بيصلي ما بيشعرش إنه وحيد بالعكس يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني أنا ما أنا لكن نعمة الله في ويشعر إنه محبوب منه بيشعر إنه ربنا بيحبه وسمح له يقف ويكلمه يقوله نظره أية محبة عطانا الآب حتى ندع أولاد الله وندعو أبانا فوضح صحبة السؤال دوت مش مواصبة على الصلاة قويس لكن الإنسان اللي بيشبع بربنا يقوله معك لا أريده شيئا على الأرض مش هيفرق معك كتير مشاعر الآخرين ولا نظرتهم يكفي إنه يكون واثق إنه ربنا بيحبه بحال وكده إنه هو اللي خلقه وإنه مهتم به في علاجك يا بنتي تعربي من ربنا وتصلي وتتكلمي معه كتير الدنيا ما تسهلش إن الواحد يخسر أبديته عشان إحساس كاذب ممكن يكون أنت بتقلق كده ويكون بالعكس ولادك بيحبوك يجوزك بيحبك اللي حواليك يعني ليه بتعتبر إن الكل ما بيحبك إيش عشان إيه أنت يخدي مبدأ كل ما يريدين أما تريدون أن يفعل الناس بكم أفعله هكذا أنتم أيضا بهم والكل فعل رد فعل عاملي الناس كويس ممكن يعملوك كويس أحيانا بيبقى احنا اللي بندفع اللي قدامنا يعملنا مش كويس لكن في كل الأحوال أهم عنصر هو الصلا للواحد يشعر أنه محبوب من ربنا وموضع اهتمامه فما يفكر ش في حاجة زي كده لو حد سافر السماء ونفس يشوف هأعمل إيه وهل ممكن لو زنيت على ربنا وصليت المجمع كله يوميا هيسمح اللي شوفها مش شرط يعني يكفي بنحس بال بالانتقل وانه ناجيهم يبقى نوع من المناجاة والدنيا قصيرة ما حدش يشعر ان في لسابنة وخلاص كل يوم بيعدي بنقرب من اللقاء ربما يكون اللقاء أقرب مما نتصور فمن نشغل بمشاعر سلبية تفقد سلامنا وسعادتنا والسعدادنا للأبدية بمشاعر غير نطج مشاعر جميلة وحلوة لكن بالإيمان نخليها مشاعر روحية ولو حد بنحب وانتقل نصلي من أجله ونطلب صلاته من أجلنا ويعني نشعر إذا كان فيه صفة حلوة نتشبه بها ونفرح له خصوصا لو كان سيرته قويسة أنه وصل للمينة بسلام ما نبقاش أننيين هال أطاخ الذي حرمته الكنيسة هو نفس أطاخ الراهب الناس الذي جاء إليه الراب لكي يرسل الرسالة إلى الملك آه هو وقلنا أن الكنيسة حرمته مش علشان تحت إيدها ما يدينه عشان فيه إلحاح من الطرف الآخر لأنه قال واسمعناه فلعل يظن إحنا ولا لا نقبل ما ينسب إلى أطاخ على الإطلاق الإيمان الذي هو نسب إليه نرفضه تماما 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 هو قاله ولا تزور ولا تعمل مش قضيتنا بقى لكن نرفض المضمون دوت خالص ما ينسب إليه هو نفسه البابا تموساوس لما قال لهم ما فيش ما يدينه قالوا لا إحنا سمعنا أقل كده فعشان يغلق الباب دوت ما يخلهوش يعني حجة قال لهم خلص على شهادتكم التي تعطون عنها حسابا من أمام الله يوم الدين بنحرمه واتحرم على شهادتهم هم لكن الحكم أولا وأخيرا هيكون عندي ربنا إذا كان قال كده هيبقى مدان ما كان شئال يعني فيه سئنا فوق لكن ما يهمنا من شخص أطاخي لكن كل ما ينسب أن أطاخي قاله ما ينسب لي لنقبله هو ده الأهم إحنا شرحنا بالتفصيل الأحداث عشان نبين إزاي البابا ديسكوروس خد موقفه بناء على إيه إن كان حصل تحقيقات وثبت التزوير وأن أطاخي قدم معتراف إيمان سليم لأن فيه ناس يقول ولله البابا ديسكوروس يدي له الحل لأن كان أمام مقاقادي مفيش ما يهدين لو فيه شباب في سن سنوي بيصوم لكن بدون أي ممارسة روحية ولا انقطاع ولا يصوم انقطاعي ولا يعجبهم أنواع الأكل الصيامي هل يكملوا في أصوامهم بهذا الوضع ولا تعب على الفاضي لا مش تعب على الفاضي يعتبر جهاد بكرة اللي في سنة ويكبر ويعقل وينضج ويعرف أن الصيام مفيد فيبقى يحب الصيام بدل ما يبقى متزمر هيبقى مبسوط وبعدين لو أدخل فيه ممارسة روحية هتدي له طعم حال لكن الواحد يمتنى عن الأكل وبس من غير ممارسة روحية فيه بيعملوها كده هو مفيد في كل الأحوال وفيه من ناس من أجل الرجيم بيعملوا كده لأنه مفيد فأنت في كل الأحوال هيبقى مفيد فما تبطلش بس كل ما في الأمر ضيف الممارسات الروحية وتنبسط حد بيقول أن فيه خطية أنه بيتفرج على حاجات وحشة أو بتتفرج على حاجات وحشة وكل ما يبقى فيه رجوع وطوبة يقع في الخطية تاني فعايزين الإرشاد التوبة ما الكتاب يقول أنظر من أين سقط وتوب وفيه مثل البعام البلدي اللي بنقوله الباب اللي يجي لك منه الريح سد والسريح والكتاب قال مين اللي يمسك الجمر ولا يكتوي أو مين اللي يمشي على النار وما تتحرقش قدمه فالواحد يشوف الحاجة اللي بتتعبه ويجاهد من البداية أنه يبعد عنها الجهاد أنه ما تفرقش أقل بكتير من الجهاد أنه اللي بعد ما بتفرق يعني ما نفعلش باللي بشوف فالواحد كن أمينا في القليل أقيمك على الكثير لأن الواحد أمين في النقطة الأولانية اللي هي الجهاد فيها أقل فربنا يدي له نعمة ينتصر على اللي أصعب منها اليوم اللي بنتناول فيه هل المفروض أكون صايمة باقي اليوم يعني لأكل شيء فيه روح لا ده الكلام ده لو أربع أو جمع أو صيام لكن لو يوم سبت أو في الأيام الفطاري الواحد يأكل عادي بعد كده لكن يبقى صايم قبل التناول هل الخمور ممضوعة عندنا إحنا كمسيحيين الخمور أنواع الخمر المسكر اللي هي يسموها المشروبات الكحولية أو الروحية دي محرمة من زمان لكن فيه الخمور اللي هي بالتخمير وكده زي الأباركة اللي هي اللي بيبقى منها الصلاة بنسميها عصير القرمة دي بتبقى مش محرمة لكن حتى كل حاجة كل الأشياء تحلي لكن ليست كل الأشياء توافق ولا تبني الأكل اللي حتى المباح لو الواحد زود فيه ممكن يضر لكن الخمور اللي هي مسكرة دي محرمة طبعا هل عندنا أكل محرم لا ما فيش أكل إلا المخنوق والدم وما زبح للأوسان ده محرم فيه سؤالين بخصوص إعداد الخدام بيقول هل لدى نيفاتكم علم بضياء بعض أوراق الامتحانات لا اللي يقول كده يقول لنا فين لأن ما عندناش علم بكده ومتأكدين إن ما فيش اللي بيقول كده يكتب لنا يقول ضاع فين في أي مركز وفي أي كنيسة لكن كلام عام كده لا يؤخذ بيه على الإطلاق لابد إن يكون كلام محدد واضح لأن العلم اللي أنا بذلك والأوراق كلها موجودة مجاليش أي تعاليق أو خبر إن في حاجة نقص اللي عنده شك في كده أو عارف حاجة يقول لنا فين هو يعني إيه جسورا يمكن الكلمة دي يخذوها لما قلنا على البابد يذكر سأل إن مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي الجسور اللي هو الإنسان الشجاع الذي لا يخاف اللي يواجه يقدر يواجه بشجاعة يقول لك جسور يعني يدخل كده ما يهم مش رغم إن ممكن يتعرض للخطر ممكن يتعرض للإيه للخطر أو أو يتجرح أو غيره ف دي كلمة جسور البابد يذكر سألها أني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي فكان لابد أن يشهد للإيمان مهما كانت النتائج ما هي اللغة اللي هنتكلم بها في السماء هو أنا هكلم ماري جرجس عادي جدا مش عارف يمكن أن أسأل السؤال كويس أو 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 أوص للسؤال بس أكيد نيافتك فهمني الناس لما يكون فيه حب جديد قوي بيفهموا بعضها من غير كلام كلما بتزاد المحبة بيبقى مش محتاجين كلام فيه دس كده اللي يكونوا بالمعال عشرة يحبوا بعض ومعشرين بعض وعشرة بقى بالطول مجرد بيبصوا في عيون بعض كده يفهموا بعض فربما لغة السماء محدش يعرفها هي ايه أو ربما تكون بالفكر التواصل الفكري ان الناس يعرف بفكر بعضيها لان هيكون نوع من الشفافية والصفاء لكن ما جربتش ما عرفش يعني ما فيش هاجة فيه واحدة بتقول عندي مشاعر حب واعجاب تجاه شخص ما داخل الخدمة لكن انا بحاربها بكل ارطي ومش عارفة اعترف بيها وحس انها خطية وخصوصا لانها مرتبطة يعني طبعا كل احساسك مضبوط يا بنتي ممكن نشوف حد ونعجب به او صفات معينة تخلينا اه شخص يعني فيه صفات قويسة جديرة بالتقدير والاعجاب لكن الواحد يحجم مشاعره ان ما تتخطاش هذه الامور وممكن بقدر الامكان يتحاشى التعامل اللي ممكن يخلي الامر يتطور اكتر من كده فكويس قوي انك مدركة ان ده يعني عارفة او بتحارب الحاجات ده هي وبفكرك ده اللي انت فكرت بيه انت اقدر واحدة تقدري الزباط الدنيا بيبقى فيه اكل افطاري معمول منه اكل السيام زي اللانشن السيام والجبنة وكذا وكذا حاجة تانية فهل لو اكلت منهم في الصيام اعتبر فترة اشوفوا انه اولوكم حاجة ترياحكم اهم حاجة في الصيام اولا لابد نكون فيه انقطاع تاني حاجة نتأكد ان اي منتج بنكله ما يكونش فيه منتجات حيوانية مش هنحرم حاجة مفاش حاجة يعني مباحة في الصوم يعني مش هنحرمها لا لكن هي بتبقى شطارة من الانسان كتدريب روحاني لو حس انه متعلق بحاجة قوي وحب يدرب نفسه يمنع نفسه عن حاجة هو يعني عايزها قوي دي بتبقى زي تدريب لكن مفيش ما يمنع ان طالما حاجة نباتي صرف معمولة كده كويس ان الواحد يكلها مفيش ما يمنع انا كارثوزوكسية هل لو اعترفت عند اب كان كاتوليك يبقى كده غلط ولا لا ولو غلط ليه غلط طالما السر هيكمل بالاعتراف في الاخر الغلط انك مش فهم الوضع صلاة عامة كده لكن صلاة لترجية في القداس بصفة خاصة لا وبالتالي ما ينفعش الواحد ياخد السر خارج نطاق الكنيسة اللي هو التابع عليها هل هو شيء ملزم في الاعتراف قول تفاصيل الخطية ومتى حدثت ام يكفي الاعتراف بعنوانها حسب يعني اب الاعتراف ما يشوف ما هو مناسب لك الواحد ممكن يقول العنوان بس احيانا بتفرق يعني لو واحد مثلا شتم لو قال شتمته بس بتبقى حجم الخطية مش واضح فيه فرق بين لو واحد شتم ابنه ابن شاق كده وشتم في فرق لو شتم اخو او حد في الشارع وفي فرق بين لو شتم حد اكبر منه او شتم ابوه هنا الخطيئة بتزيد ما بتبقى ما بتبقىش هي هي ولكن بتاخد حجمها وقوتها بال مين اللي تشتم ففي بعض حاجات بتبقى التفاصيل بتوضح شوية فابدأ بالعنوان لكن لو طلب منك بعض التفاصيل عليك بالادلاء على قد السؤال بالقطارة كده كلهم يسأل سؤال لغاية ما تلاقي نفسك خرجت كل حاجة طرد السيد المسيح الروح الشرير وألقاه داخل الخنزير هل هذا يعني أن الخنزير كائن نجس وغير مصرح بأكله زي ما قلتلك أن ربنا بيدي وسائل إضاح لنا أن الروح بيسكن في مين اللي يكون له هذا السلوك زي سلوك الخنزير وبعدين لما دخلت الأرواح النجس الخنزير عملت إيه وقعت نزلوها المية وماتت فحب يورينا أن الشيطان عندما بيجي على الواحد ممكن نتيجته بتكون إيه الموت أجرة الخطية موت نحن ولدنا مسيحين بعكس غيرنا فهل نؤمن بعقيدة الاختيار لا الاختيار دي عند البرتسانت إن ربنا اختار حد كده لكن كل واحد مطالب إنه مش عشان أنا طلعت مسيحي يبقى مسيحي لا مفروض أفهم إيماني مفروض أفهم إيماني زي ما بيقول معلمنا بقوله صلى رسول إني عالم بمن أمنت وهكذا كل إنسان اتولد في أي وضع لازم ربنا ادانا العقل يدرس إيمانه ويفهمه كويس ويكون مقتنع بيه هيبقى إيماني كمسيحي مش عشان أنا اتولدته بس لأنني مقتنع بهذا الإيمان ما هي عقيدة المطهر عند الكاتوليك وهل تقارب بعض الشيء فيما نقوله في أشيط الرقدين أو عندما نذهب للقبور لزيارة أهلان المطوفيين لا عقيدة المطهر لا علاقة لها بأشيط الرقدين ولا زيارة القبور عقيدة المطهر تعني أن دي عند أخواتنا الكاتوليك أن في مرحلة وسط كده في نفوز تدخل المطهر النار تتطهر وبعد كده تدخل السم لكن احنا نؤمن أن احنا بنتطهر بدم المسيح مش بالنار وبعد كده بعد الموت في الفردوس والجحيم بعد الدينونة في ملكوت السموات وجهنم ده باختصار لكن فوق أشيط الرقدين بنصلي من أجل الرقدين لأن الحكم لم يصدر بعد فنوع من المرافعة والالتماس أن ربنا يغفر لهم ويغفر لنا السلام يا سينا بالنسبة للأشخاص اللي بتتعب من الصوم بسبب الأكلة التي يحتوي على الزيوت فما هو الحل لهم في الصوم ياكلوا من غير زيت ما يحطوش زيت بسيطة يعني يصوموا بمية هو الزيوت اللي بتتعب اللي هي بتت بتحط على النار كتير وتتقلي لكن الزيت الناي مفيد ولا السيامة بقى لو زيت الزتون في كل الأحوال أرخص من السمنة من تيقلي لكن الزيت الناي آآ مش مضر لو أنا ندرة ندر لمشكلة ونص المشكلة تحلت أطلع الندر ولا لما المشكلة كلها تتحل بلاش بخل في ناس قابلتها شفتها يعني طبعا اللي بيندر حاجة فيه بيربطها بيربطها بحدث معين لو حصل كذا هقدم كذا في ناس بقى حلوة خالص أما بتندر تدي على طول وعندها ثقة مطلقة إن سواء اتحقق أو ما تحققش ربنا مش هيعمل إلا اللي فيه خيري وصالح ما أنا ممكن نندر حاجة ما تكونش الخيري وعشان الندر ربنا ما يستجبش ليها لأنه مش لخيري مثلا الحاجة ده هي فربنا يستحق يا أخو إن نقدم له الندر ولا لأ آه فهم بهذا الإيمان يده بال نندر واسكين إن كله هيبقى للخير يعني لكن أنت حكاية النص والنص ده هي ما ينفعش لا تدي كله لو ما كنتش شدي هنفصل يعني الكلام ده لما تتعامله في البدن البشر كده ممكن يبقى فيه فصال لكن مع ربنا هنفصل ليه اللي بيدي هو اللي بيكسب أكتر إزاي نتعامل مع المشاكل اللي هتقابلنا في الخدمة ومحاربات الشيطان على ترك الخدمة اللي يخدم بروح الاتضاع والخضوع مش هيلاقي مشاكل إحنا لسه لا روحنا ولا جينا يقولولي يخدم كذا حاضر روح هنا حاضر اعتبر انه صوت ربنا في الخدمة لكن هبدأ أناكف وقول كده صح وغلط وازاي ومش ليه يبقى دي مش خدمة بقى خدمة زي الجيش كده الواحد يسمع الامر وينفزه لكن المناكفة والأغض والعطى وبعدين اتهم فيه محاربات محاربات على ايه ومين اللي بيتحارب اللي بيتحاربوا دول اللي بديسين الكبار لكن احنا اللي بنحارب نفسنا احيانا زي وارد في البستان الحرب دي الانباء القديس انتونيوس ومعار وكده زي واحد راح يشيك الابو الروح انه بيتحارب كتير بيتحارب كتير بيتحارب كتير وبو راح يقعد يصلي من اجله كتير فربنا سمح ان الشيطان يظهر ويقول يقول له ما عرفوش ولا رحتله هو اللي بيحارب نفسه بنفسه هو اللي بيحارب نفسه بايه واحد يدخل نفسه في مشكلة بغبوته وبسوق تصرفه وازاي ربنا يعمل فيه كده الله ده انت اللي عملت في نفسك وفي غيرك وفي اهلك وفي كل اللي حواليك والاخر بدل ما يلوم الانسان نفسه يجيب اللوم على ربنا ربنا عمل فيه كده ليه واحد ما ينجحش او يدخل امتحان وما يكونش مذاكر كويس وما يجيبش درجة كويسة بدل ما يجيب اللوم على نفسه يجيب اللوم على غيره ويطلب اعدة الامتحان لكن ممكن نذاكره ونحل كويس هل حالين يا سيدنا الشطان مقيد ولا قد حل من سجنه في ظل الظروف المحيطة بالعالم من حرافات اخلاقية لحصر لها حرافات فكرية حرافات جنسية الوقت الحالي مقيد ولا ما فيش شكل شر زايد جدا لكن نعمة ربنا موجودة برضو والكنيس مفتوحة والفرصة متاحة لكل انسان ما اشغلش نفسي مقيد ولا غيره تعرف محل من امتى بالنسبة لكل واحد لما اكون انا كجندي مش حامل سلاحي في اي وقت هيبقى كينه منحل لان ايه اللي بيربط الشيطان سلاحي مهما تحل الشيطان الله عادل لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون حيثما قصر الاسم فلتقصر هناك الايه النعمة فربنا سبق وقال لنا عشان نتسلح اكتر وقال لما كانش حد خلص فبدل ما نشغل نفسنا بكده نقرب منه اكتر زي القديس يحنى لما ربنا جيف يوم الخميس وقال لهم الشيطان طرب ان يغرب لكم وكلكم تشكون في في هذه الليلة المرة الوحيدة اللي ذكر ان يحنى قرب من ربنا يسوع المسيح اكتر واتكع على صدره زي كينه بيحتمي وعشان كده هو الوحيد اللي بقي معه في هذه الشدة وفضل معه لغاية الصليب فنقرب منه اكتر وما نعلمش الهم لماذا وضع الله علامة على قين حتى لا يتعرض لو احد قال كان هناك احد غير ادم وعشرته على الارض لأ ما فيه توالده ما هوش في التو واللحظة في ابناء اتولد وبعد كده وجيش يسوله اولاد وقين خلف اولاد واحفاد السيد المسيح يقول مجانا اخص مجانا اعطه وفي انجيل اليوم ذكره وعقيمه في ذلك البيت اكلين شاربين مما عندهم لان الفعل مصحق اجراته رجاء لا ما فيش الف على شرط تنوين رجاء بس اما هتيجي الهمزة بعد الف متتحطش الف بعد يتحط الفتحتين بس اما نقول مثلا مساء مساء يتحط الفتحتين على الهمزة يتحطش الف لكن صباحا تتحط الف فينا رجاء لا مش رجاء التوضيح هو ربنا يسعى المسيح ارسل التلاميذ بلا كيس ولا مزود فالهم قلوا مما يقدم لكم اي بيت قابلوكم لازم هما يقبلوهم ويعزموا عليهم فادخلوا وقلوا مما يقدم لكم الفعل مستحق اجراته اه كتاب يقول تقوم صورا دارسا لكن ده مش مقابل البشارة ما هوش تمن للايه يعني فيه لو بيت ما قبلهم مش يعني مش هيعملوله مشكلة يعني لكن اه انتو مش عايزين التلاميذ يأكلوا يشربوا حتى مستقطرين عليهم اللقمة ده بيقول الكتاب لا تقوم صورا دارسا رد القديس بولي الرسول قال على الله تهم الصيران ولا بيتكلم من اجلنا فلما قال كله مما يقدم لكم ده حق لان اللي بيؤمن لازم بيقدم تقدمات زي في العهد القديم كان فيه تقدمات بيعيش بيها خدام الله وفي العهد الجزيد كذلك لكن تقدمات البركات اللي بياخدها مش مشروطة يعني مفيش واحد يجي يعترف يعيز يتناول ويقول هتدفع كام عشان نقول لك مش هيحصل عايز يعترف يقول له حسب الخطيئة نديك التحليل يعني مش هيحصل بيصليل ويحل وكل حاجة مثلا فالأباء الرسل عمدوهم وكده يعني ما كانش فيه مقابل وهم بيخدموا قدموا لهم أكل طب ما ربنا يسأل المسيح أكل الخمس تلاف عشان قاعدين هل ده أجر ولا ده احتياج طبيعي لو حيوان بيدوله لو طور في الحقل كده بيجره وي ما يكممش وإلا مش هيقدر يشتغل مش أجرى الأكل والسرب ده مش أجرى ده عليا راح للأرمالة وقال لها بتعملي بيقول له بقش شوية حطب هاكل يعني عندي شوية ديق الصغيرين هاعمل فطرتين وبقى كلهم ونموت قال لها عمل لي فطير الأول الصغير وكان فيه البركة فالاحتياجات الأساسية ده هي آآ مش مقابل يعني هاو يقول مجانا أخصهم مجانا أعطهم مفيش تسعير الحاجة لكن المعيشة دي واجب آآ يعني آآ ديني واجب إنساني دي أضيفه إضافة الغرباء مش فيه فضيلة إضافة الغرباء الغريب ده اللي جاء أددم لي إيه ولا حاجة لكن عندي وصية إضافة الغرباء فكم وكم الروس رايحين يبشروا وغرباء في هذه الأرض يعني آآ مش عايزين هم يأكلوا يشربوا كمان ونقول مجانا ومش آآ ده ما يجيش عالسفر فطبعا ده ما هوش لا ينطبق عليه إن ده الأجر في مقابل إيه الخدمة ولكن ده يعني من أبسط ما يكون المعاملات الإنسانية حتى لو تشوف واحد مش لاقي يأكل بتطعمه ده حتى فيه ناس غير مؤمنين بالله على الإطلاق لكن الشعور الإنساني ده بيبقى موجود ما يسمحوش لنفسهم واحد يبقى غريب ده إبراهيم أبو الأباء يقال ما كانش يأكل غير لما يضيف واحد غريب فكان قعد على باب الخيمة ومنتظر فربنا ظهر له مع ملكين وأضاف ولا تنسوا إضافة الغرباء فهل لما أضافنا الغرباء وأكلناهم كنتوا جوعانا فأطعمتموني عريانا فكسوتموني ده أجر بنديه للفؤرة ده أجر بنديه للغريب كم وكم لما يكون الأباء الرسل ومن يخلفهم من رتب الكهنوت المختلفة ده بيبقى سبب بركة للي في البيت زي ما إليه خد فالبركة زادت فبتبقى بركة الناس بتشعر تاخد بركة يقولوا احنا خدنا بركة وبالفعل ربنا بيبارك في البيت وفي حاجاته لما الإنسان بيدي منه ربنا نكتفي بهذا تفضل صلى الله اشتركوا في القناة